الاستعدادات الفرنسية لمعاك تستوى لألف وثمانمائة وثلاثون ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات ثانيا الاستعدادات الفرنسية شهدت مدينة طولون الفرنسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط خلال فصل رابع سنة الف وثمانمائة وثلاثون ميلادي حرقة غير عادية نتيجة للقرار الذي اتخذته الحتومة الفرنسية في شهر يناير من نفس العام وهو الذي ينص على ضرورة تجهيز حملة أسكرية للاحتلال الجزائر وصدورة الأوامر بتتوين ثلاث لجان لإعداد الحملة تعمل كل منها منفردة بناء على مخططات الجوسسة خاصة مخطط بوتان الف وثمانمائة وثمانية ميلادي ثم تجتمع سويا برئاسة بولينيار وتقدم تقريرا عن أعمالها أمام مجلس الوزارة وبعد أن وافق المالي شارل العاشر على إصدار مرسوم مشروع لغزو الجزائر في يوم واحد فبري الف وثمانمائة وثلاثون ميلادي وأصدر مرسوما عين بموجبه قادة الحملة فإختار الأميرالدو بيري قايدا عاما لقوات البحرية والجينيادو بورمون قايدا عاما لقوات البرية إلى أن المرسوم أثار ضجة عارمة في أواسط الشعب الفرنسي بسبب اختيار بورمون قايدا للحملة طامت اللجنة بجمع المعلومات من تتب الرحالة وأخبار الأسرى الأوروبيين والمذكرات التي تتبت عن الحملات السابقة ضد الجزائر من عام 1628 إلى غاية 1808 ميلادي وتانت تقدم تقاريرها إلى رئيسها الذي كان يعرض على مجلس الوزاة لمناقشتها وتوصل الأعضاء المتلفون بإعداد الحملة إلى تحديد متان إنزال الجنود فيختار منطقة سيد فرج الساحلية الواقعة غرب مدينة الجزائر والتي تبعد عنها بثلاثين كيلومتر الجنود دو بورمون تانى وزيا للحربية في آت شارل العاشر وتولى قيادة الحملة الفرنسية للجزائر وقد عزل بعد أقل من شهرين من احتلال مدينة الجزائر لأن انقلابا حدث في فرنسا أطاح باعش شارل العاشر وجاء بالملك لويس فليب 1830 ميلادي وخلال فترة التخطيط وفرت فرنسا كل الإمكانيات المادية والبشرية والمعنوية الضرورية لنجاح الحملة ووصل عدد الجنود إلى حوالي 40 ألف جندي بينما قدل عدد السفن ب 675 سفينة منها 103 حربية وتجمعت القوات أواخي شهر أفريل في طولون ومارسيليا وإيرس ويذكر إدوارد أنه تم استعجار بعض سفن النطل من السواحل الإيطالية والإسبانية لتحميل وشحن العتاد الحربي كما تم الاتفاق مع إسبانيا بتسخير مستشوى ماهون لخدمة المرضى والجرح من الجنود الفرنسيين وقد تهنشت الأسطول متنويا على نحو 11 سفينة حربية ضخمة وثلاثة مراتب مرتوعة و12 فقطة و14 حراجة بالإضافة إلى مراتب صغيرة و10 مراتب شحن مع 7 سفن تجارية للأسطول الملت بنقيلاته وعددها 374 ناقلة و55 صندلا لنقل العتاد إلى اليابسة وتما قدرت تتاليف الحملة بـ 25 مليون فراند ولما انتهت فرنسا من تحضيرات أقام وللعهد بتفتيش القوات البرية والبحرية المرابطة في ميناء طولون قبل توجهه إلى مدينة الجزائر وطبع الفرنسيون بيانا طعم العملاء والجواسيس والقناصل بتوزيع عدة نسخ منه في أرجاء الجزائر وتعانى الهدف الرئيسي من هذا البيان هو إضعاف معنويات الجزائريين واستمالاتهم إلى صفوف الحملة وقد جاء في البيان المفتور أن الفرنسيين جاءوا إلى الجزائر لتأديب الدي الذي يساء إلى شرف فرنسا وليس لاحتلال البلاد فطلبوا من الأهالي الإنظيمة من الفرنسيين والتعاون معهم ضد العطرات وأنهم سيحترمون المقدسات وأملات الأهالي واجتماعت القوات يتونى الانطلاق من ميناء طولون في الخامس والعشرون ما يلف وثمانمائة وثلاثون ميلادي بعدما انضم إلى صفوفهم مجموعة من رجال الثقافة وهذا بحر الأسطول وبعد أن عرج على بارما لتبدأ عملية الإنزال التابير يوم الرابع عشر جوانف وثمانمائة وثلاثون ميلادي بشواطئ السيد فرج اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ومبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد